اشتركوا في القناة يحتوي على معادلات كيميائية أو رياضية من مواقع الذكاء الاصطناعي مثل ثم لاحظت أن التنسيق قد اختل تماماً عند لصقه في Microsoft Word؟ هذه المشكلة تؤرق الكثير من الباحثين حيث يؤدي هذا الخلل إلى فقدان التنسيق الصحيح للمعادلات والرموز الرياضية مما يجعل عملية التعديل مرهقة للغاية ولكن لا تقلق في هذا الفيديو سنتعرف على الطريقة الصحيحة للحفاظ على تنسيق النصوص والمعادلات عند نقلها إلى الورد دون أي اختلاف لنبدأ التجربة الآن سنتوجه إلى chat GPT ونختبر ذلك عملياً سنطرح عليه سؤالاً بحيث تكون الإجابة مليئة بالمعادلات والصيغ الكيميائية والعلاقات الرياضية على سبيل المثال، سنقوم بتحميل صورة تحتوي على سؤال حول طريقة اشتقاق الميكانيكية لتفاعل في الكيمياء الحركية ثم سنطلب من الذكاء الاصطناعي حله بعد تحميل الصورة، سنكتب تحتها العبارة أي حل السؤال الموجود في الصورة ثم نضغط Enter لاحظ أن السؤال الذي طرحناه هنا يتعلق بآلية Mechanism تفكك الأوزون إلى الأكسجين حيث يطلب منا إثبات أن قانون معدل التفاعل النظري بناء على مبدأ الحالة المستقرة Steady State Approximation يتوافق مع معدل التفاعل التجريبي كما هو موضح في المعطيات لكن لا داعي للقلق لن نتعمق في تفاصيل الحل الكيميائي لأن المغزى من الفيديو هو توضيح كيفية نسخ النصوص التي تحتوي على معادلات دون حدوث أي مشاكل عند لصقها في الورد إذن، كيف يمكننا التغلب على هذه المشكلة بسهولة؟ تابعوا معنا لمعرفة الحل سنقوم الآن بنسخ الإجابة والتوجه إلى برنامج Microsoft Word أولاً، سنفتح صفحة جديدة باستخدام Cutral Plus N ثم نقوم بلصق النص باستخدام Cutral Plus V وكما نلاحظ، لم يتم الحفاظ على تنسيق النص خاصة في كتابة المعادلات الرياضية والاشتقاقات وهنا تظهر المشكلة الكبيرة إعادة كتابة المعادلات يدوياً ليست فقط عملية متعبة، بل تستهلك الكثير من الوقت والأكثر صعوبة إذا كان المستخدم طالباً أو باحثاً لا يمتلك جهاز كمبيوتر أو لا يجيد كتابة المعادلات الرياضية وهذه المشكلة يعاني منها الكثيرون عند نسخ النصوص من مواقع الذكاء الاصطناعي لكن هل هذه المشكلة تقتصر على ChatGPT فقط؟ لنختبر ذلك مع موقع DeepSeek سنقوم الآن بتحميل نفس الصورة التي تحتوي على نفس السؤال ثم نكتب أسفل الصورة العبارة السابقة Answer of the Question in the Picture أي حل السؤال الموجود في الصورة ثم نضغط Enter ملاحظة يمكنك طلب الحل باللغة العربية بعبارة مثل أحتاج حل السؤال في الصورة ولا يوجد أي مشكلة في ذلك لكن من الأفضل أن يكون الطلب بنفس لغة السؤال فإذا كان السؤال بالإنجليزية يفضل كتابته بالإنجليزية وإذا كان بالعربية فمن الأفضل أن يكون الطلب بالعربية بعد إرسال الطلب نلاحظ أن موقع DeepSeek يقدم خطوات الاشتقاق لميكانيكية التفاعل بشكل مفصل مما يوضح قدرة الذكاء الاصطناعي على إجراء الحل بسرعة فائقة وكتابة المعادلات الرياضية التي قد تستغرق منا وقتا طويلا عند كتابتها يدويا ولكن هنا نواجه نفس المشكلة مجددا عند نسخ الحل من DeepSeek ثم لصقه في الورد نلاحظ أن تنسيق الصياغ الكيميائية والمعادلات الرياضية لم يحافظ عليه تماماً كما حدث مع تشات جي بي تي وهذه المشكلة كما ذكرنا من أكبر التحديات التي تواجه الطلاب والباحثين في مختلف المجالات العلمية خاصة عند التعامل مع النصوص التي تحتوي على معادلات رياضية معقدة أو معادلات وصيغ كيميائية والسؤال الأهم الآن ما هو الحل لتجنب هذه المشكلة؟ وكيف نحافظ على تنسيق النصوص والمعادلات الرياضية عند نقلها إلى الورد؟ تابعوا معنا لمعرفة الحل لمعرفة الحل دعنا نذهب إلى محرك البحث Google Chrome ثم في شريط البحث نقوم بكتابة الكلمة بيبست كما نلاحظ ثم نضغط Enter بعدها نضغط على أول رابط يظهر في نتائج البحث عندها ستظهر لنا هذه النافذة التي يعرض فيها الموقع العديد من الخدمات مثل الحفاظ على تنسيق النص من مواقع الذكاء الاصطناعي الشهيرة مثل تشات جي بي تي وجيميناي وكلود وغيرها أيضاً تم تحديث بعض الخدمات الجديدة التي تخضع حالياً للمراجعة مثل إدراج الاقتباسات داخل النص Citation in Text مع قائمة المراجع ضمن قواعد الأبحاث بالإضافة إلى ذلك يمكن للموقع إنشاء مرجع للبحث بمجرد نسخ رابط المقال أو إدخال DOI للبحث وغيرها وسنشرح ذلك لاحقاً في فيديوهات تفصيلية كما يتيح الموقع إمكانية إنشاء مخاطط باستخدام البرمجة Coding دعنا نقوم الآن بتسجيل الدخول إلى الموقع عبر حساب جوجل بعد إكمال عملية التسجيل سنركز في هذا الفيديو على الخدمة الأولى التي سنشرحها لذا نضغط عليها سوف تظهر هذه الصفحة التي نشاهدها ولكن ركز في هذه النقطة سواء كان النص الذي قمنا بنسخه من أي موقع ذكاء اصطناعي مثل تشات جي بي تي أو ديب سيك أو غيرهما فإن الموقع يدعم جميع هذه المصادر على سبيل المثال سنتوجه إلى موقع تشات جي بي تي ثم نقوم بنسخ النص الذي يجيب على سؤالنا بعد ذلك نعود إلى موقع بايب سيت ونضغط هنا لتظهر لنا هذه النافذة سنقوم الآن بلسق النص المنسوخ باستخدام Control Plus V ثم نضغط على Insert هنا لاحظ أن الموقع يعالج النص ويحافظ على تنسيقه الأصلي بشكل مطابق تماما دون أي تعديل من أبرز ميزات الموقع أنه يمنحك إمكانية تعديل النص بعد نسخه لاحظ الشريط العلوي يمكنك تعديل سمك الخط، محاذاة النص، تلوينه وغيرها من الخصائص المشابهة لشريط أدوات برنامج Microsoft Word هذا مفيد جدا إذا كنت طالبا وتعمل من الهاتف المحمول حيث يمكنك حذف بعض العبارات غير المرغوبة التي قد تظهر في بداية النص أو نهايته عند نسخه من مواقع الذكاء الاصطناعي لماذا؟ لأنك قد ترغب في تحميل النص كملف PDF لذا تأكد من تعديله قبل تصديره يمنحك الموقع العديد من خيارات تحميل النص بعد معالجته سواء كملف Word بصيغة PDF أو حفظه محلياً لذا، قبل تصدير الملف، خاصة إذا كنت تعمل من الهاتف وترغب في التصدير بصيغة PDF دون الحاجة إلى التعديل في برنامج الورد، تأكد من عدم وجود أي عبارات غير مرغوبة في بداية أو نهاية النص على سبيل المثال، سنقوم بحذف الجملة الموجودة في البداية نحددها ثم نضغط على Delete إذا كانت غير مرغوبة كما يمكننا إضافة نصوص جديدة إذا دعت الحاجة بعد ذلك، نقوم بتحميل النص بصيغة PDF لاحظ أن الملف يحتوي على النص مع الحفاظ على تنسيق المعادلات الرياضية والصيغ الكيميائية وترتيب النص ومن الجدير بالذكر أن الموقع يقوم بترقيم الصفحات وكأنك عملت على برنامج الورد مباشرة هذه من الأسرار التي يجب على الطلاب معرفتها للاستفادة منها في تسهيل الحصول على الحلول للأسئلة والواجبات بسرعة ودقة مع الحفاظ على التنسيق المطلوب كذلك، يتيح لنا الموقع إمكانية تحميل الملف بصيغة Word إذا أردنا إجراء تعديلات إضافية وإضافة المزيد من المعلومات والتنسيقات لنقم بفتح الملف الآن واستعراض إمكانيات التعديل عليه بعيداً عن الطرق التي قد تم شرحها في مواقع التواصل التي توضح كيفية الحفاظ على تنسيق المعادلات الرياضية والكيميائية عند نسخها بعد مراجعتها والتجربة فهي متعبة وضياع للوقت لذلك، فإن الموقع يتيح لك الحفاظ على تنسيق النص وما يحتويه من معادلات كما نلاحظ ذلك يمكنك الآن إضافة ما تريد وتعديل ما تريد من معلومات وتنسيقات وغيرها حسب الرغبة فالموقع خرافي في حل هذه المشكلة التي كانت تواجه الجميع لاحظ جمال الموقع حيث يحافظ على التنسيق على شكل معادلات حقاً، الموقع خرافي سواء كان موقع ChatGPT أو DeepSeek إذا عدنا إلى موقع DeepSeek وقمنا بنسخ النص كما نشاهد ثم التوجه للموقع ولكن دعنا نضغط على Clean All لحذف النص السابق ثم نقوم بلسق النص بنفس الطريقة الأولى كما نلاحظ ونضغط على Insert ولاحظ أنه يحافظ على النص تماماً كما هو مكتوب في موقع DeepSeek لاحظ أن النص والمعادلات الرياضية بنفس التنسيق دون أي تغيير ويمكنك التعديل على النص إذا لاحظت أن هناك فقرة تتطلب الحذف على سبيل المثال، هنا هذه الجملة لا داعي لها سوف نقوم بحذفها ثم يمكنك القيام بالتحميل بالصيغ التي تريدها إما Word أو PDF حسب الحاجة إلى هنا نكون قد أكملنا شرح هذه المعلومة التي سوف يستفيد الجميع منها ونتمنى أن يكون الشرح مفيداً وواضحاً إذا وجدت الفيديو مفيداً فلا تبخل علينا بالإعجاب والاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع زملائك المهتمين ننتظر تعليقاتكم واقتراحاتكم وأي استفسار سنكون سعداء بالرد عليه وانتظرونا في الفيديوهات القادمة حيث سنستكشف أسراراً وأدوات جديدة للتعلم والتطوير لا سيما في عالم الكيمياء دمتم بخير وإلى اللقاء مجموعة الحلول الكيميائية دليلك الكيميائي في التعلم واو ترجمة نانسي قنقر